خلينا نقول إنه كمان في بعض التفاصيل إن حضاك بتقول ولسه حندخل في تفاصيل كتير جدا عن طريقة العلاج وإزاي بيخدم الرياضين أو ممكن إيه النقلة اللي ممكن يحدثها لإنه أكيد كل جمهورنا بيسأل عن الجهاز ده ممكن يقلل أو يقي الليعابين شر الإصابات خصوصا إنها كانت متكررة بشدة ومؤثرة على نتاج الفريق في الفترة الفاتحة خلينا نتكلم عن دوره في مواجهة الإصابات خلينا نتكلم إن الجهاز أصلا بيشتغل إزاي وإيه الهدف منه إن هو يقلل الإصابات بعد الإجهاد المتكرر في التدريبات وبعد كمان في الضغط في المتشاط بيتزيد نسبة حمض في العضلة اسمه لاكتك أسد لاكتك أسد هو ده المسبب الرئيسي لأنه هو بيعمل إجهاد العضلة وألام العضلات الفكرة من الجهاز أول حاجة بتسبب ألام في العضلات دايما لاكتك أسد بعد أي تمرين حتى في الجم في أي حاجة يعني حتى ما نتكلم دلوقتي ما يلعبوا في الكاراتي تلاقي إن هو دايما بيمشي كيس تلج عشان بيحاول يكسر الأكتك أسد على قد ما يقدر عشان يقل الإجهاد العضلة فلما نتكلم بقى على فريق كورة فريق كورة الأول لنادي الأهلي ونتكلم عن فريق كورة عموما نزل بيتعرضوا الإجهاد عالي جدا في التمرينات وبيبقى فيه فريق أحمال عشان إزاي يقدروا إن هم يعلوا من الأحمال إن هم يقدروا يستحملوها وكمان بعض المتشاط عشان عايز يوصل إن درجة الحرارة بتاعة الجلد نفسه تبقى توصل اتنين تحت الصفر ولو تكلمنا عن الجهاز نسمع حضرتك شايفين صورة الجهاز قدامنا على الشاشة الصورة قدامنا وقايريت حضرتك تشحلها وتفاصيل أكتر ونسمع عن الديتيلز الخاصة والجهاز فزي ما قلت حراك هو هنا الجهاز عبارة عن وحدتين الوحدة الخارجية اللي قدامنا على الصورة دي على طول عبارة عن ده المكان اللي بيدخل في اللعب المكان ده بيدخله بيكون درجة الحرارة جوه 130 درجة حتى الصفر الدرجة الحرارة دي بتوصل عن طريق الليكود نايتروجين اللعب بيدخل جوه بيكون رأسه بس هي اللي بره آه يعني بيقعد بالكامل جوه الجهاز مع عدم منطقة الرأبة والرأس بس بس الرأبة والرأس هي اللي في الخارج فقط زي ما احنا شايفين كمان دي ريبري بيدوي يعني ريبري هنا بالزبط وهو في الجهاز بتاع الكرايسونة كل اللي بيكون بره هي بس الرأس وممكن يطلع عيده وهنا كمان يعني حتى احنا اللعيبة عندنا ان شاء الله هيكون مع لابسين جلوفز يعني وبيكون لازم يغطيين اليدين مجرد بس الرأس هي اللي بتكون بره الوحدة بقى اللي جنبه هناك دي دي بتكون اللي بيكون فيها اللي بيحصل فيها تغير في درجة الحرارة فيها الليكود نايتروجين او نتكلم عن النيتروجين السائل وده درجة حرارة بتقوله ايه لا جدا وده المسؤول ان هو على انتقال الحرارة من جوة الوحدة اللي بيكون فيها اللعب والمنطقة اللي بيحصل فيها تغير الحرارة طيب يعني ده ده لو قلنا ان ده خلاص بدأ يتطبق على اللاعبين في النادي الاهلي اول تجربة بتتم في مصر ومنقولها طبعا التجارب اللي بتتم اعتقد على مستوى المنطقة العربية والشرق الاوسط هنقول ان ده تأثيره المباشر علميا المثبت على اللاعب ايه لاعب مجهد من كثرة الارتباطات واحد من نجوم النادي الاهلي وبدأنا نستخدم الجهاز ده ايه التأثير اللي مثبت ومؤكد علميا عليه طيب في اكتر من اثبات علمي خلينا ناخدهم على حاجة حاجة رقم واحد العضلات تمام فزي ما اتكلمنا ان هو بيقلل موضوع اللاكتك اسد اللي هو بيكون المسبب الرئيسي في ايجاد العضلات فاستخدام الجهاز ده بيستخدم قبل التمرين وبعد التمرين وبعد المباراة فبنقول ان هو بيستخدم مثلا خمس ايام في الاسبوع فبيرفع هنا قدرة العضلة انها تستحمل اجهاد اكتر فبالتالي اللاعب يقدر يقدي بشكل اعلى تعالي ناخد مثلا مثال بيعلي قدرة التحمل وبيساعد على سرعة الاستشفاء بتاعة الاجهاد اللي موجود عند العضل يعني اعتقد مثلا كان فيه اجهاد كامل في العضلة عند وليد ازارو وليد ازارو لو كان مثلا في حالة استخدامه للجهاز ده سرعة الاستشفاء زائد ان هو كان ممكن ان احنا ما يحصلش اصلا المشكلة الحاصلة عنده في العضلة دي تبعلي جدا لان استخدام الجهاز ده بصورة مستمرة بالنسبة لللاعبين في اثناء التمرين قبل التمرين وبعد التمرين وبعد المباريات بيعلي قدرة الاحتمال في ان هو يقدر يؤدي بشكل احسن ولو حصلت اصابة لقدر الله بيساعد ان هو يسرع عملية الاستشفاء بشكل كبير جدا